الانتخابات الرئاسية المقبلة زادت من اهتمامات المرأة الجزائرية بالمجال السياسي خصوصاً وأن قائمة المترشحين الستة تضم إمرأة دخلت معترك الرئاسيات وهو الأمر الذي تبينت حوله آراء الجزائريات رغم أن الكثيرات الكثير من النساء تمكننا في السنوات الأخيرة من كسب الرهان في المجال السياسي بارتفاع نسبة تمثيلهن في المجالس المنتخبة إلا أن الوضعية الحساسة التي تمر بها الجزائر في الآونة الأخيرة جعل الكثير من النساء يفضلن إسناد مهمة تسير البلاد للرجل ما أفلح قوم حكموا فيهم إمرأة هذا حاجة بين مدابية أنا كمرأة مدابية يكون رجل يحكم الأمة لقوامته الرجل قوامون الدستور الجزائري يكفل المساواة في الحقوق بين رجل والمرأة إذ أصبحت التأنيث تنافس الرجل على كرسي الرئاسة وكرسي البلدية إلا أن المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية وبحسب الكثيرين تبقى محدودة